فنرجع تاني للتمن مطشات تمن مطشات مهمين جدا 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 وروني جدوى للمطشات يا شباب لو سمحتوا تمن مطشات مهمين جدا جدا هيتحطوا خلال الفضاء أمام حضراتكم ومعه على الشاشة يوم الأربع هنبدأ بوادي دجلة والنادي الأهلي إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة أربعة أغسطس يوم السبت سبعة أغسطس النادي الأهلي سيلاقي نادي سلامكا كلبطرة لأقال الحقيقة كابتن أوجه الشكر للكابتن دياء السيد وأعاد كابتن هيثم شعبان مرة أخرى لقيادة الفنية وده برضو حيبقى في تمام الساعة التاسعة الأربع حداشر أغسطس الأهلي سيلاقي النادي الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة يوم السبت أربعتاشر أغسطس النادي الأهلي سيلاقي نادي أمبي في تمام الساعة التاسعة أيضا طلاقع الجيش حيلاقي النادي الأهلي في يوم الثلاثة الساعة تسعة سبعتاشر أغسطس الجمعة عشرين أغسطس الأهلي والمصري 23 أو 24 الجونة والأهلي 26 أو 27 الأهلي وأسوان وتكون هذه 8 مباريات إن شاء الله ربنا حيكرمنا في كل مباراة خلينا ناخد كل مباراة على حدة يوم الأربع بعد بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي ووادي دجلة مباراة مهمة مباراة صعبة النادي الأهلي 3 نقاط بالنسبة له هي الأهم و3 نقاط لازم دايما النادي الأهلي يدور عليهم وهو ده أسلوب النادي الأهلي وهي دي طريقة النادي الأهلي عمرنا ما حنفكر بشكل تاني أو بأسلوب تاني عمرنا ما حنفكر طب ما نتعادل مش عارف مات شوها دي دجلة لا النتيجة دي بتاعت ربنا أنا ببزل كل الجهد خلال المباراة وأثناء المباراة علشان أكسب هذه المباراة هو ده دايما اللي بيبقى في دماغنا وهو ده دايما اللي بيبقى معنا